موسيقى أمر الرئيس الروسي بلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة باجنر العسكرية الخاصة بالتوقيع على قسم ولاء للدولة الروسية بعد حدث تحطم طائرة يعتقد أنه أودى بحياة رئيس المجموعة يفجيني بريجوجان ويلزم المرسوم الذي نشر على موقع الكريملين على الإنترنت أي شخص يؤدي مهمة لصالح الجيش أو يدعم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بأداء قسم الولاء الرسمي لروسيا ووصف المرسوم قسم الولاء بأنه خطوة لصياغة الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا وتضمن دباجة القسم تعهدا باتباع أوامر القادة وكبار الزعماء بدقة ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت طائرة مسيرة فوق منطقة بلغرود المتاخمة لأوكرانيا والتي تتعرض حاليا لهجمات متكررة وإتهد في الوقت الذي قال فيه حكم منطقة بلغرود أن كييف قصفت بلدة أورازوفو بقضاء فجراد ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص واتهم المسؤول الروسي أوكرانيا باستخدام ذخير عنقودية في الهجوم فيما تضررت منازل سكنية ومتجر زراعي جراء ذلك أعلنت روسيا سقوط طائرة مسيرة بالقرب من العاصمة موسكو وذكرت مصادر روسية أن سلسة مطارات رئيسية في موسكو علقت رحلاتها فيما أعلن جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة للجيش الروسي في عمق شبه جزيرة القرم قصف وضربات متبادلة بينما تسيطر حرب المسيرات على الأوضاع هكذا هو المشهد بين موسكو وكييف بعد أن اعتادت الأخيرة توجيه ضرباتها لتصل داخل الأراضي الروسية وأعلنت روسيا سقوط طائرة مسيرة بالقرب من العاصمة موسكو وذكرت مصادر روسية أن ثلاثة مطارات رئيسية في موسكو علقت رحلاتها من جانبه أشار رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانن إلى أن أنظمة الدفاع الجوية أسقطت طائرة المسيرة فوق منطقة إسترا في موسكو وفي شبه جزيرة القرم التي تساعدت فيها المواجهات مؤخرا أعلن جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية شن هجوم بطائرات المسيرة على قاعدة للجيش الروسي في عمق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في حين أفدت أنباء بسقوط ضحايا ووقوع انفجارات مسؤولون بالمخابرات الأوكرانية أكدوا أن الهجوم أصاب لواء الدفاع السحلي الروسي 126 المتمركز في بلدة تبعد أكثر من 200 كيلو متر عن الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا يأتي ذلك في وقت أكدت فيه السلطات الروسية وقوع واحدة من أكبر الغارات الجوية الأوكرانية فوق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا لكنها قالت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت جميع الطائرات المسيرة قبل أن تضرب أهدافها في شبه جزيرة القرم وأضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 وأعلنت الولايات المتحدة دعمها للهجمات الأوكرانية على أهداف عسكرية روسية في شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود باعتبارها منطقة منزوعة السلاح أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن وحدات الدفاع الجوي وأفراد القوات الجوية الأوكرانية اعترضوا صاروخين روسيين من طراز كروز كاليبر وأربع طائرات مسيرة خلال 24 ساعة الماضية ذكرت القوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها نجحت هي الأخرى في صد هجمات روسية بالقرب من بلدة فوليدار في منطقة دانتسك فيما أعلنت القوات الروسية شن غارتين صاروخيتين واثنتين وستين غارة جوية ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء أن أسطول الشمال الروسي أجرى منورات بحرية في بحر بارنتس هذا شهر لمنع مرور السفن الأجنبية وغير المصرح بها وذكرت الوكالة نقلا عن الخدمة الصفحافية للأسطول الشمالية أن المدمرة فاليس كولاكوف تدمر عن طريق صد تصرفات سفينة دخيلة وهمية في البحر المحيط المتجمد الشمالي قبالة السواحل الشمالية لمنرويج وروسيا وشيرا إلى أن التدريبات بدأت في العاشر من أغسطس دون أن تذكر موعدا نهائية كشفت شركة روسية عن البدء في الاختبارات القتالية لحاملة المسيرات الروسية في منتراز الأميرال في منطقة العملية العسكرية الخاصة وذلك في سبتمبر المقبل قال المتحدث باسم الشركة أنه سيكون بمقدور حاملة المسيرات الجوية أن تحمل علامة نهاى مسيرتين انتحاريتين ما سيوسع مدى عمالهما القتالية أوضح أيضا المتحدث أن المنظومة الجوية تستخدم أو تستخدم بالدرجة الأولى للقيام بدوريات جوية وحماية مناطق واسعة تدور فيها العمليات الحربية وفي حال اكتشاف الطائرة المسيرة لدرونات معادية في منطقة مسئوليتها فأنها سترسل مسيرات ضاربة لتدمرها فورا أعلن مدير مكتب رئيس الأوكراني أندري يارماك أن بلاده بدأت مفاوضات مع كندا بشأن اتفاق سنائي حول بعض الضمانات الأمنية المفترض أن تمنح إلى كييف لمساعدتها في صد العمليات العسكرية الروسية ووفقا ليرماك فإن الضمانات الأمنية الثنائية التي يتعين على أوكرانيا أن تتلقاها الآن من شأنها أن تجعل البلاد أكثر أمنا حتى قبل أن تصبح حضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلنطي وأصبحت كندا الدولة الثالثة في مجموعة السبع بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي بدأت معها أوكرانيا المحادثات ذات الصلة أعلنت نيوزيلندا أنها ستمنح الإقامة الدائمة للاجئ الحرب الأوكرانيين وستكون الإقامة الدائمة متاحة في نيوزيلندا للأشخاص الفرين من العمليات العسكرية في أوكرانيا بعد حصولهم على تأشيرة دخول مؤقتة خاصة قبل 15 مارس من العام المقبل وذلك حسب ما قال وزير الهجرة نيوزيلندي أندرو ليتال وأوضح الوزير أنه تم تسهيل إجراءة الحصول على الإقامة وفي هذا الإطار لن يقضع مقدم طلبات الحصول على إقامة دائمة لاختبار لغة ولن يطلب منهم الحصول على رعاية من أشخاص مقيمين في نيوزيلندا ولا إثبات امتلاكهم لكميات المحددة من المال ترجمة نانسي قنقر